فيديو نهاردة أنا أتكلم فيي عن صفات إيجابية وصفات سلبية عن الشخص أنا أبدأ بجانب الإيجابي وبعد كده أنا أبدأ بجانب السلبي أول حاجة معنا كلمة جينرس جينرس الاتنين بنفس المعنى معناها كريم شخص كريم شخص جينرس لما تلاقي شخص كريم يبقى جينرس تاني كلمة معنا وهي تاني كلمة معنا شخص حازم أو عنيد يعني شخص مصر ودي صفة إيجابية هنا وليس سلبية يعني شخص عنيد وحازم مع طائراته وعنده مبادئ تاني كلمة معنا شخص حازم أو عنيد تاني كلمة معنا شخص مصر تاني كلمة معنا شخص موفر ومقتصد ما بصفش كتير وما تلاقي شخص كده موفر وخريص على فلوسه بيبقى منك أنت وصفة تقوله ثرفتي أو فروقا شخص مكتهد ومواضب ومجد في عمله شخص مكتهد ومواضب ومجد في عمله شعورد لنفس المعنى يبقى انتعرف smart يبقى انتعرف shrewd astute وتستخدمهم في كلامك sober serious sober serious equals serious رازين او راشد شخص رازين عائل راشد وطبعا تشوفهم كده تحسون منهم كلمات قللت الادب شواء ولكن دي معناها ضريف جدا هو معناها ضريف او بارع شخص ضريف او بارع متى بتشمش الشخص دا ومتقوله witty you're a witty هفكره اشتيمة ولكن هي فعلا معناها ضريف لما تلاقي شخص ضريف وكاهي اسمه witty witty pithy pithy ok p اللي بالك من النط tolerant tolerant broad minded tolerant broad minded شخص متسامح او متساهل ok so tolerant broad minded ok دي كده الصفات الايجابية ok عن الشخص عاستو بصف شخص بصفة ايجابية عند كذا صفة ممكن تصفوا بيها بالنسبة للشخصيته او character traits تمام نجيبها لل negative adjectives شخص طبعا صفات السلبية ok للشخص اول حاجة معنا extravagant immoderate extravagant immoderate ده شخص مصرف او مبذر بقى اوكي عاكس thrifty or frugal اللي هو ايه شخص موفر او مقتصد ده شخص مصرف ومبذر يبقى extravagant immoderate stubborn mulish stubborn mulish شخص جامح او باغل شخص باغل كده عافة ما تقول انت تباغل تقوله you're mulish mulish اوكي انت باغل كده شخص فضوية stubborn mulish اوكي stingy stingy parsimonious stingy parsimonious ده شخص بخيل جدا 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 تمام اقوى من mean كمان او طبعا فيه mean يعني بخيل بردو او لئيم ولكن stingy parsimonious ده شخص بخيل جدا 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 اوكي workopsist workopsist or workaholic workaholic ده شخص مخلص في عمله ومجد جدا في عمله ولكن بطريقة سلبية مش طريقة بطريقة عجبية زي كلمة diligent or industrious لا ده workaholic وطبعا ده بيأثر عليه سلبا وكي وليس طبيعي جابن so workaholic obsessed with the work وده طبعا حاجة مش كويسة ما طبعا obsessed جامت كده بالwork تاك cunning cunning sly cunning sly خبيث أو مخادا شخص مخادا أو خبيث شخص مخادا كننغ أو سلاي طبعا في منهم كتير جدا شخص شخص كالح أو كئيب أوكي متلا شخص كالح كده ريخم morose أو sullen تولو you are morose sullen sharp tongueed ters sharp tongueed ters ters ده عديم الضمير أو مجرد من المبادئ شخص معندوش أي مبادئ أوكي فيش ضمير خالص all right so unprincipled unscrupulous all right so كده نكون خلصنا درس النهاردة أوكي دي بعض الصفات اللي جابية وبعض الصفات السلبية أنت ممكن تصبح بها شخص أوكي ومهمة جدا ومستخدمة جدا وشائعة جدا أتمنى تكونوا استفدتم من الدرس النهاردة so ارهي تدعمني بلايك وشير للفيديو لو عجبك عشان يوصل نازق تير ويستفيدوا منه بإذن الله ومن الكورسات المتاحة على القناة تلاقي كل حاجة موجودة في ديسكريبشن كل خطة الدراسة المتعلقة بالقناة عشان تدرس والتعلم انجليش بسهولة كل المتاحة بإذن الله متوفرة على القناة شكرا لكم جزيلا أحب كم نحن رحيكم نحن في